بمناسبة شيخ بار هوليوود انت في الوقت الحالي الوقت اللي احنا عاديه بنتكلم فيه دلوقتي تمام؟ من وجهة نظرك وخلينا نتكلم بصراحة جدا دلوقتي انت بصص للموضوع ازاي حاليا بالنسبة للاضراب اللي حاصل من الكتاب ومن الممثلين هل حسيت ان هم لا دلوقتي زودوها حبتين الموضوع بقى فيه سين الدلع ولا ايه بالظبط المكان اللي انت واقف فيه حاليا سبحان الله في حلقة نزلت في نتفليكس على مسلسل بلاك ميرور تتكلم عن شي مشابه كده بشكل غير مباشر انت تبعت الموسم الاخير لبلاك ميرور مهم كان في حلقة جونيز اوفل ياب جونيز اوفل بيستخدموا فيها بياخذوا موافقتك البروميشن تبعك وبتعطيهم موافق انهم يستخدموا صوتك عن طريق الاي اي وبيستخدموا صورتك عن طريق الاي اي وخلاص انت ما تجي ولا نشوف وجهك اصلا فنفس المطالب هذه موجودة عند الكتاب وعند الممثلين ما نبغى احد يستخدم صورنا وصواتنا بالاي اي ما نبغى الاي اي بكرة يكتب بالنيابة عننا نبن ضمن حقوقنا كبشر فصراحة انا واكتر كامل زي ما انت يا فصراحة انا نشوف عندهم وجهة نظري يعني في النهاية بالذات نتفليكس معينا قبل فترة مدير انتاج معطيته اي اي مدير انتاج معطينه راتب تسعمائة الف دولار في السنة اي اي طب ليه ما تجيب بشري يعني ايσ علمش Kiletك مع البشر تحسهم كدا انتفليكس قاعدين you استفزوا الرايك هذا بالعينية او انتم ما اتبقوا أياها انا وظيف مدير انتاج اي 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 وهديه تسعمائة الف دولار في السنة او الاي اي اي هو حيعملهاي في الراتبين كيف عارف اللي غلاسة بعض ه faço مهو غالبا غالبا زي كدا استعرض عضلات بس اكتر نقطة ليلال في الاضرابي اللي بتحصل بي training أوكي بتخلي الموضوع منطقي جدا ووضح جدا لو ماشي يا عمي هتستخدم الAI والكلام ده عشان يساعدك في الكتابة طيب من البيسيك اندرستاندنج الفهم البسيط جدا الAI ازاي بيشتغل ان الAI عشان يتطور ويبقى حلو لازم يتضرب على حاجات قبلها فالحاجات اللي بيتضرب عليها قبلها دي هي السكريبتات بتاعت الناس دول طب أفصد حاجة ان الناس السكريبتات بتاعتهم دول الAI بيتضرب عليها ياخدوا فلوس طيب ياخدوا حق التدريب اللي عاملين يدربوه الAI دا أجلشي بس هم مش عايزين ده عارفين ان الAI مش هيوصل للدرجة دي من من انتاج عمل ابداعي بالشكل ده وحتى لو هيعد يتضرب يطلع حاجة مسخية كده يتقلل من عدد الكتاب اللي انت لازم تشغله من هو بس هيعدله عليه والكلام ده طب حقي انا ككاتب فين ولا حق انا كممثل كنت طالع اكسترا في مشهد ورا انت كشركة ديزني ولا شركة وتبر اخدت شكلي روح تحطه فيلم تاني يا طيب فين فلوسي انا فين حق انا مش منطقي الموضوع نفس المشكلة دي في موضوع الفويس اوفر الحين لما تجي تسوي مثلا الانيميشن انت حتطر تجيب ممثل الفويس اوفر خلاص الحين بس اعطي الAI كذا مقطع صوت مدة دقيقة لتوم كروز مثلا حيعمل لك فيديو كامل بصوت توم كروز فهو صراحة عندهم عندهم شي يعني عندهم وجهة نظرين بس طولوها زودوها هو في النهاية حيوصلوا لحل يعني لابد من حل غير كذا هم بيتكلموا بيتكلموا مش بس يعني من ضمن من ضمن من ضمن الاشياء اللي قاعدين يطلبوها انه الرواتب الرواتب في ظل وجود المنصات الرقمية يعني يجيك الكاتب يقول لك انا لما تجي تتعاقد معايا منصة زي نتفليكس غير لما تجي تتعاقد معايا ديزني ديزني بتعطيني لانه الفيلم حيروح سينما بلا 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 فيه من وراه فلوس نتفليكس تجي لما تقولك ايه الفيلم ده حينزل في المنصة يعني ما حقدر عطيك هصلا فلوس كثير فهم يبغوا يحاولوا برضو يسووا ايش وازنة ما بين الاثنين طالما اني بكتب فيلم في السينما اذا بكتب فيلم لشي بينزل في المنصة انا ابغى قيمة تظل واحدة فهمت الفكرة قيمتي ككاتب قيمتي كممثل سواء الفيلم بينزل في السينما او فيلم بينزل في المنصة الرقمية بيكون واحد يعني من نتفليكس بتعطي على بتعطي الكوريين على حلقة 300 دولار هم يصوروا عشان في نتفليكس 300 دولار يعني لو بتسوي مسلسل مدة 10 حلقات هتاخد 3000 دولار عن اي قيمة نزلت الممثلين حرام ما انا المثل انا اللي شاهد لك المسلسل انا اللي قاعد يوريك الشغل ده كله وبرضه عشان وجهة النظر لان الممثلين دول دول النجوم اللي ما عندهمش اي حاجة انت ما بنتكلمش مبدايا على يعني والناس دول مش دولة الكلام عليهم بس برضو في ناس ممثلين بيكونوا موجودين في شغل بيروحوا بيصوروا الشغل ده بياخدهم شغل ست شهور تسع شهور في شغل ممكن تاخد سنة عشان تكمل وانت بتكلم في حاجة زي تلات تلاف دولار وما فيش ما فيش بنفس الموديل بتاع التلفزيونات القديمة حاجات كانت بتطريد على التلفزيون زمان لو المسلسل خلص العرض بتاعه بعدها بكم شهر يتعرض مرة تانية اعادة تمام ففي الاعادة دي الناس اللي شاركوا في العمل بياخدوا فلوس بياخدوا فلوس على الاعادة نفس اللي صار مع فريند نفس اللي صار مع ساينفلد الى يوم كذا الممثلين جاعدين فلوس من عمل صوراق قبل ثلاثين سنة الحاجة اللي تركز فيها اكتر مش بس الممثلين يعني مش مش ماتل بلونك ولا ديفيد شو ما لو واحد كان طلع في حلقة لو واحد كان طلع في حلقة مشهد زيادة او عمل حلقة واحدة بس في فريندز في سنة سبعة وتسعين تمام والحلقة دي اتعرضت تاني هياخد شيك هياخد شيك على الظهور بتاعه دي فاوكي اتا ممكن تفكر فيها ان اوكي لأ او كانوا منزبطين ساعتها فالنزلة الغريبة اللي نزلوها دي من حقهم ان هما يتكلمون تتوقع تتوقع السنة الجاية ممكن يبدأ يباني الاثر ده مية في المية ده مية في المية لان احنا مش عارفين الجاب ابن اللازين اللي حاصل ده هيكون تأثيره عامل ازاي يعني احنا حسينا به شوية لما حصلت البنداميك تمام لما حصلت الجائحة حسينا بسنة فراغ كده هو غريبة تمام والفراغ ده احنا حسينا به لسه بنحيس بيه دلوقتي يعني انت لو متابع في المستخدمات بتاعت مارفل secret invasion والكلام ده الانتاج بتاعهم ضعيف بشكل مش طبيعي ضعيف بشكل مش طبيعي جدا علشان كتير منها تصورت وقت البنداميك واشتغلوا عليه وقت البنداميك فده باين قدامنا دلوقتي باين الضعف اللي حصل ده نتيجة البنداميك اتوقع انه برضو موظفين المؤثرات البصرية لو السي جي آي لا هم مش مش اون سترايك برضو مشاركين في في السترايك دير نوت انسترايك مرة نهائيا دول دول اللي بتعزبوا دول أكتر نجلوا بيتعصروا كده بيتعصروا عصار لأنهم لحين قبل فترة مسوين يعني زي يعني مش حملة رسمية بس بيوضعوا معاناتهم في الشغل مع ديزني مع مارفل احنا كن ياخي ارجع للأفلام القديمة شوف السي جي آي كيف حاجة حاجة رائعة حاجة تنبسط وانت تشوفها طيب تعال شوف الأفلام الجديدة وشوف السي جي آي دكتور سترينج انت شفت عينه الثالثة كيف يا عمي ايش العين الثالثة دي كانوا مسينة بالفوتوشوب والله سيئة جدا سيئة جدا تعال شوف شي هالك اسوأ سي جي آي في العالم فكانوا يتكلموا عن برضو انه مشكلة انه مارفل وديزني بيضغطوا عليهم مكثر من اللازم وبيعطوهم ديدلاين سيئ جدا ما بيقدر يخرجوا بالجودة اللي هما بيطلبوها تعالي في الحاجة اللي تحزن شوية مع روشو برزل كنت الحتة دي تخذت بالك منها ولا بس دي حاجة تحزن بشكلة مش طبيعي ان كتير من الأفلام دلوقتي بقت بعد ما تخلص الفرياتريكال فيرجن بتاعتها تمام وعرضها في السينما وبتاع لما تنزل عاما مصطات الستريمينج بيعدلوا في الفيلم ويعني حتى مع كل الأفلام بل حتى يعني قصدي مش الأفلام اللي فيها لسي جو اي سيئ تمام لا حتى الأفلام الجامدة يعني فيلم زي سبايدر فيرس فيلم خرافي جامد بس برضو لما نزل برضو عدلوا فيه عدلوا في الرسومات بتاعته عدلوا فيه كأب جريد ولا شوية لمساته لا شوية روتوش تمام سبايدر فيرس ما عدلوش كتير تمام بس فيلم زي أنت مانند واصب كوانتامينيا كان فيه سي جي اي يع يعي بشكل مش طبيعي حتى أيها موضاك تمام موضاك دلوقتي تفرجت عليه على ديزني بلاس غير اللي انتا شفته في السينما مش نفسه أفضل أفضل سنة عدلوا عليه تمام لو ده يعني انتو عايزين أي دليل إزاي ديزني بتضغط السي جي اي ارتست ناس اللي بيعملوا شغل السي جي اي بيدغطون بشكل مش طبيع عشان يطلعوا منتج يتعارد في السينما وبعد كده بيخليهم يعيدوا على الشغل ده لما الجمهور يقولوا إيه القرف اللي احنا شايفينه قدامنا ده نفس اللي حصل مع فيلم تور لوف ان تاندر في المشهد بتاع ابن هايمدل هو بيطلع من الشاشة دي في السينما كان حاجة في ديزني بلاس كان حاجة طريقة إيش الفاق فاوبة عد حسنوها حسنوها بس برضو وحشة برضو وحشة في كل الأحوال ان في ناس مضغطين ما فيش فيجن وطحة حاجة صراحة بتحزن فعلا حاجة بتحزن انا عايز اضيف جزئية التسويق تكلمنا ولي عن انت تكلمت عن حاجة بس انا كان في بال انك بتتكلم عن اللي هو الدعاية السلبية اتوقع جزء كبير من نجاح فيلم باربي الدعاية السلبية ايه اللي فيلم باربي والله ما اشوف فيلم باربي تعرف موضوع التوفنس هذا اللي ظهر كده في المجتمع يا راية يا الله ما اشوف فيلم باربي انتشرت في السوشال ميديا كثير بالذات في المجتمع العربي عندنا ومع ذلك لا لا اقصد الدعاية السلبية ايش يعني انه في عمل معين الناس بتسبو بتشتم 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 لدرجة انه بيهم بيهم يشتمع بيهم يشتمع لا على اي بالضبط مش بالضرورة يشتم فيه اروح اشوف العمل ده ليش بيشتموا فيه اتوقع هذا احد الاسباب اعتقد انه الدعاية السلبية اوه اي حاجة اي حاجة الرقم اللي جابوا باربي هذا انا للحين مش قادر القالوا اي تبرير ليش باربي بتجيب الرقم ده ليش ارجوك اقنعني يا بحمود علشان الميم اوكي الميم خرافي علشان وعلى فكرة اللي فكرت فيها هي منطقية جدا يعني في الوقت اللي كل البيوت عايزة تروح السينما الرجالة اللي بيحبوا السينما عايزين روح يشوفوا اوبنهايمر يعني انا مش عايزة اكون اسموه ده سيكسست ولا اي حاجة بس اظن ان معظم النساء مش هتكون مستمتعة انها تروح تفرج على اوبنهايمر تمام؟ انهم يعوضوا فيلم 3 ساعات بس لا اكيد فيه ناس كتير هيكونوا عايزين تفرجوا عشان بيحبوا كريسفر نول الاعمال بتاعه بس مدام احنا رحيني السينما كده كده فيه اوبشن فيه اوبشن لخمسين في المية من المجتمع فاهمني؟ هذا هو وبتقدر تشوفه وكمان اتوقع التصنيف العمري يخفضوه الباربي ولا لا؟ بالزبط يعني طرح الضرب لفئة اكبر بالزبط اي ام ممكن تاخد بنتها صغيرة ويروح يتفرجوا على باربي فلزوج الواحد اللي هيروح يشوف اوبنهايمر فعندك اثنين من الناحية التانية رحين يتفرجوا على باربي فلا الرقم منطقي الرقم بتاع باربي منطقي جدا طب هل الرقم لأوبنهايمر منطقي؟ هو منطقي لو انت فكرت فيها برضو من الناحية دي ان اوبنهايمر اصلا مديق على نفسه فرص ان الناس تتفرج عليه يعني اصلا الفيلم طالب منك ان انت تتفرج عليه اي ماكس تمام؟ وتذكرة الاي ماكس اغلى فمش كل الناس مستعدة انها تروح تقوع المبلغ ده كامل زائد مش كل الناس مستعدة تروح وتتفرج على ثلاث ساعات زائد ان الفيلم ما عندوش نوافذ عرض كبيرة كتيرة اصلا تعارف معلومة ان كزا ليفل يب انت عارف انه معلومة الاي ماكس هذي كلام فاضي طلعت؟ يعني ايه؟ كل الشاشات اللي تدعي انها اي ماكس في العالم طلعت مش اي ماكس ما مدم مش بروجوكشن ليزر يقول لك عدد الشاشات الاصلية اللي فعلا اي ماكس في العالم عددها اربعة ومعظمها موجودة في هوليوود بس اي انا قريت المعلومة دي قريت المعلومة دي عما اعتقد الحاجة اللي تفرق ما بينهم لما الاي ماكس يتعرض على الخام ذات نفسه تمام؟ ده يبقى ثيطر زي اللي انت بتقول عليها اللي هو الريل ريل ريل اي ماكس بس فيه اي ماكس النسخة الفاست فود منها اللي هي البروجوكشن بالليزر اللي هو انت من الاخر انت شايف نسخة ديجيتل بس انت شايف نسخة ديجيتل 8K يب 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 اقرب ما يكون للفيلم بس ان انت تشوف الخام ذات نفسه الفيلم ذات نفسه ده صعب لان انا متأكد مية في المية ان الخام بتاع اوبن هاي مار ما اتبعتش هنا مصر وما اتبعتش في كل مكان في العالم لا اتبعت النسخة الديجيتال وتعمل لها على اي ماكس ليزر اللي هو اقرب اقرب حاجة ممكن انتطرب لها كنسخة ديجيتال للريل فيلم بس برضو الاي ماكس الاي ماكس اللي بالليزر ما تقللش منه حرام عليك يعني ما يفعش طارد حاجة على اي ماكس ليزر لا انا جات في بالي المعلومة لاني بس افتكرتها كذا حبيت اشاركها معاك بس قلت لو تعرفها يعني العادي انا شفت اوبن هاي مار ثلاث مرات المرة الاولى شفت اي ماكس واو تجربة خرافية ما يحتاج انت عندك الريفيو تبعك وانا عندي الريفيو تبعي تكلمنا عن الموضوع ذا وشفت استاندر مرتين محسنش فرق اكيد في فارق بس انه اذا تابعت استاندر ما راح يعني تختلف التجربة بشكل كبير بالذات للشخص اللي ماهو فني فاهم مش الانسان بيدقق في التفاصيل بس اكس ميزانيته ثلاثمائة واربعين مليون ثلاثمائة واربعين مليون انا ما شفت فيلم فاست اكس وما عندي اي اهتمام اني اشوفه بس ثلاثمائة واربعين مليون ميزانية عليش كم اعطوها مية مليون اين يلي اه اه ايش ايش ثلاثمائة واربعين مليون عليش وغير كذا بيتكلم فين ديزل يفكر انه يجيب روبرت داوني جونيور في احد السلاسلين لا 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 مش تحصل فين ديزل لو بقدله هيا من الحر ان هو يعمل ثلاثية منه يبقى بجد ممان خلاص دا شخص بيجاهز نفسه للتقاعد دا هو قال لك بص انا عارف ان انا مش هشتغل يوم تاني تمام لان ايه جزء بتجالك سيخلصت فالا قال لك انا مش هشتغل يوم تاني انا هحلف الفتاعت على قد ما قدر قبل ما اخلع وما باينش وقش تاني في اي حتة يا يا بضب 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 اشتركوا في القناة